السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد وبهالفيديو راح نجاوب عن سؤال ما هو أسرع جهاز أندرويد صدر في النصف الأول من سنة 2016 سنة 2016 طلعت لنا كمية ضخمة جدا من أجهزة الأندرويد ولكن لما نطلع على أقوى ثلاث أجهزة موجودة خلال أول ست أشهر في سنة 2016 فبكل تأكيد قريبنا نتكلم عن الـ 7 الجي جي 5 والـ HTC 10 هذولا أقوى ثلاث أجهزة فلاق شبس بتملك أقوى معالجات بأقوى مواصفات من كل أجهزة الأندرويد التي تعلت لحد الآن ومن خلال هالفيديو راح أختبر كل هالأجهزة عن طريق مجموعة من الاختبارات الصناعية اللي هي برامج تعمل سترس تست أو بتشغل مجموعة من الأمور في الجهاز لأقصى طاقة علشان تعطينا في النهاية سكور أو رقم علشان تقدر تحكم على قوة هالجهاز بالإضافة لاختبار للجايمينغ وفي اختبار ثالث أنا ضفته بعد كل اختبار راح أقوم فيه أني أقيس حرارة كل هذول الأجهزة علشان أشوف أي واحد منهم بيحمى أكثر إشي ومن فعل إش بالظبط ولتكون نتائج دقيقة جدا من ناحية المقارنة عملت الغرفة Controlled Environment خليت الحرارة فيها 23 درجة وقست حرارة كل جهاز من نفس المسافة مباشرة بعد ما عملت كل تست علشان أقدر أقارن بطريقة جدا ممتازة وأول اختبار عملته كان عبر برنامج Antutu Benchmark اللي هو برنامج بقيس مجموعة من الأمور في الجهاز من ضمنها الجي بيو، السي بيو، أداء الرام، أداء النظام نفسه وبجمع كل هاي الأرقام علشان يعطيك في النهاية رقم واحد ومن خلال هالتست الجي فايف أحرز أعلى علامة اللي هي كانت أعلى بتسع آلاف من الأسفن وأعلى بخمس آلاف نقطة من الـ HTC 10 هالكلام غريب شوي مع أنه كلام من الجي فايف والـ HTC 10 اللي أنا ما استعملهم بهالفيديو هم ما بيستخدموا معالج سناب دراجون 820 اللي هو نفس المعالج بنفس عدد الأنوية بنفس السرعة ولكن الأسفن اللي ما استعملوا بهالفيديو هو أكسنوس فيرجن مش السناب دراجون اللي هو الثمانتلاف ثمانمية وتسعين وليس السناب دراجون 820 الآن لما نطلع على تفاصيل نتيجة أنتوتو بيجسملنا إياها إلى أربع أجزاء اللي مجموع كل هاي النقاط بيتجمع علشان يعطيك النتيجة النهائية وأول هاي العوامل كان اللي هو اختبار الثري دي اللي هو اختبار الجي بيو الخاص بهاي الأجهزة وهن رح نلاحظ تفوق الأدرينو 530 الخاص بالـ G5 والـ HTC 10 بحيث أنه كان أعلى بستة عشر ألف نقطة من المالي تي 880 الموجود في الـ S7 والكلام كان مماثل في الـ HTC 10 فكانت نتيجة تقريبا نفسها فرق نقاط بسيطة جدا ما بين الـ G5 والـ HTC 10 أما بالنسبة للاختبار الثاني فاللي كان عبارة عن اختبار الـ CPU أو المعالج فحقيقة كان غريب شوي بحيث أنه الـ S7 أحرز علامة أعلى بتسع آلاف نقطة من الـ HTC 10 وأعلى بسبع ألاف نقطة من الـ LG G5 بحيث أنه نتكلم عن معالج مختلف اللي هو الأكسونس أما بالنسبة لاختبار الـ UX اللي هو اختبار إلو علاقة بتفاعل النظام مع المعالج نفسه فأيضا الـ S7 أحرز أعلى علامة اللي هي كانت أعلى بخمس ألاف نقطة من الـ HTC 10 وأعلى بألفين نقطة من الـ LG G5 أما بالنسبة لاختبار رام فالـ HTC 10 أحرز أعلى سكور اللي هو كان أعلى بتقريبا ألفين نقطة من الـ S7 وألف نقطة من الـ LG G5 ومباشرة بعد ما عملت الاختبار قسط حرارة الثلاث أجهزة وكانت نتيجة كالتالية فالـ LG G5 كان أبرد هاي الأجهزة بحيث أن حرارته كانت 26 درجة أما الـ S7 فكانت حرارته 26.6 وأكثر هاي الأجهزة حرارة كانت الـ HTC 10 بحرارة 27.7 درجات أما الاختبار الثاني فكان عن طريق استخدام برنامج Geekbench اللي بقيس بشكل رئيسي شغلة واحد اللي هي تفاعل الأنوية مع النظام من ناحية السرعة والـ Clock Speed الآن البرنامج بيعطينا بالنهاية رقمين أول رقم اللي هو Single Core أداء النواة الواحدة والرقم الثاني اللي هو المولتي كور أو أداء كل الأنوية لما تتفاعل مع بعض بالنسبة لأداء Single Core فكلها من الـ G5 والـ HTC 10 حصلوا على نتيجة متقاربة اللي كانت أعلى من الأستبابة بما يقارب الـ 2000 نقطة والفرق ما بينهم كان جدا جدا ضئيل ما يقارب العشر نقاط ما بين الـ G5 والـ HTC 10 ولكن الغريب في الموضوع لما نطلع على المولتي كور الـ S7 حقيقة كانت نتيجته أعلى من كلام من الـ G5 والـ HTC 10 ما يقارب الـ 1000 نقطة وهالكلام اندل على شيء فبيدل على أنه معارج الأكسنوس كل الكورات فيه لما يشتغلوا مع بعض نتيجته بتكون أعلى من الـ Snapdragon 820 ولكن أداء النوال واحدة في Snapdragon 820 اللي بتكون اكلاكت على ما يقارب الـ 1850 هيردز رح يكون أعلى من الـ S7 ومباشرة بعد ما خلصتها لداء أيضا قسط حرارة كل الأجهزة والنتيجة كانت كالتالي الـ G5 حصل على 24.6 درجات الـ HTC 10 كان 26.5 أما الـ S7 فكان أكثرهم حرارة بـ 28.8 درجات الاختبار الثالث كان عن طريق استخدام برنامج 3D Mark اللي بشكل رئيسي بيستهدف وظيفة الـ GPU أو محرك الألعاب ومحرك الصور الخاصة بالألعاب اللي فعليا هو بيشتغل لما تشغل إشي بيدو بشكل عالي والنتيجة كانت كالتالي كلا من الـ G5 والـ HTC 10 أحرزوا نتيجة جدا متقاربة واللي كانت أعلى بشوي من الـ S7 بما يقارب 300 نقطة والكلام هذا بيعني أنه معالج الأدرينو اللي هو الـ 530 أقوى من المالي T880 بشيء بسيط نعم مش هالفرق الخرافي وعلى فكرة كل الأرقام اللي شفتوها للآن تعتبر عالية جدا فكل هاي الأجهزة هي من أقوى الأجهزة اللي موجودة حاليا في السوق ولو قرنتهم في أي شيء ثاني رح تحصل على نتائج أقل بكثير من الأرقام اللي شفتها هون وأيضا بعد ما خلصت من الاختبار مباشرة قسط حرارة الثلاث أجهزة والنتيجة كانت كالتالي الـ G5 كان أبردهم بحرارة 29.6 درجات ولكن الـ S7 والـ HTC 10 كانت حرارتهم جدا متقاربة بحيث أن الـ HTC 10 كانت حرارته 31.4 درجات والـ S7 كانت حرارته 32 درجة كل الاختبارات اللي شفتوهم للثلاث أجهزة هما اختبارات سنتاتيك اختبارات صناعية وبتعمل استرس لأمر معين في الجهاز علشان تقيس بالنهاية رقم ولكن الاختبارات الحقية اللي على أرض الواقع هي أنه مثلا نشغل لعبة ونشوف كيف أداها وهو الإشي اللي أنا عملته بحيث أنه استخدمت كل من الثلاث أجهزة على إحدى الألعاب اللي فيها ضغط شديد جدا على الـ CPU وعلى الـ GPU أيضا اللي هي Marvel Future Fight ولعبت تقريبا عشر دقائق على كل جهاز ملاحظاتي كالتالي تقريبا ما راح تلاحظ أي فريم رايح على الأطلاق من الـ S7 أو من الـ G5 الـ HTC 10 كان فيه شوية تنتيع بسيط جدا ولكنه غير ملحوظ إلا في ثواني معين وفي مراحل معين ولكن بشكل عام تجربة اللعب على ثلاث أجهزة تقريبا متطابقة فما في أي تنتيع نهائيا ما في أي مشاكل ضخمة راح تصادفك وأتوقع هالأجهزة راح ما راح يكون عندها مشكلة إطلاقا أنها تشغل أي لعبة من جوجل بلاي ستور بغض نظر قدش كانت قوية ولكن المثير للاهتمام كان هو اختبار الحرارة بعد عشر دقائق من اللعب على كل جهاز بحيث أنه الجي فايب حصل على ما يقارب الثمانية وعشرين درجة الأستابن حصل على تسعة وعشرين درجة أما الـ HTC 10 فكانت حرارته ثنين وثلاثين درجة وهالكلام كله راح يكون مع السكن اللي موجود عليها اللي هو من دي براند اللي إذا بتسألوا عنهم هو عبارة عن موقع بإمكانك أنك تشتري منه سكنز علشان تخصص شكل جهازك بالطريقة اللي أنت بدك إياها وتخلي الوانه أو شكله بالستايل اللي أنت بتحبه أكثر إيشي راح يكون في رابط للشراء في صندوق الوصف للمهتمين وجود السكنز هذول على كل من الثلاث أجهزة قد يكون خفض من حرارتهم بشكل بسيط جدا بحيث أنه في عنا شيء يفصل ما بين جسم الجهاز نفسه والليزر اللي بيقرأ حرارة هاي الأجهزة فممكن يكون إنه شيء بسيط ولكن بما إنه السكنز موجودة على الثلاث أجهزة فأنا شخصيا بالنسبة إلي ما كان عندي مشكلة أني أقارم ما بينهم فأعتقد المقارنة هيك راح تكون متقاربة إلى درجة جدا جدا ممتازة الآن الكونكلوجين أو التحليل النهائي لكل الاختبارات اللي عملتها الآن من الواضح أنه أداء السي بيو تاع السفن كان أعلى من أداء الأجهزة الثانية لما تقوم بعمل التاسكس الخاصة بالجهاز بشكل عام بالتصفح بتغيير التطبيقات بكل هاي الأمور ولكن الجي بيو للأجهزة الثانية إن كانت جي 5 أو الـ HTC 10 بيتفوق على الجي بيو الخاص بالسفن ولكن برقم جدا 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 بسيط نعم لقدرينه 530 أقوى من المالي ولكن على أرض الواقع لما تيجي تستخدم هاي الأجهزة وتلعب فيهم ما راح تلاحظ أي فرق فبقدر ألخص كل هالفيديو بعشر ثواني إذا بدك تشتري واحد من هذول الثلاث أجهزة علشان الأداء بشكل رئيسي فأي من الثلاث اللي راح تشتريهم مش راح تكون غلطان لأنه الثلاث أجهزة هما أقوى ثلاث أجهزة موجودين حاليا هيك بنكون لو وصلنا لنهاية هالفيديو إيش رأيكم بهالستايل وإيش رأيكم بهالطريقة بفحص الأجهزة هالحابين تشوفوا زي زي هيك في المستقبل إن شاء الله يكون هالفيديو أعجبكم شاركوا رأيكم معنا في قسم التعليقات بالأسفل إن شاء الله يكون هالفيديو أعجبكم ممتع ومفيد لألكم كامعكم صلاح حامد في أمان الله